أم محمد أيضا في الموقع تقول نحن في دائرة معينة كثير من العاملين فيها يصرحون بارتكابهم لفاحشة الزنا مجاهرة حتى وصل الأمر ببعض الموظفين إلى تبادل أرقام الفتيات على مسمع من الجميع بل وأكثر من ذلك فقد وصل الأمر إلى أن يطلب الموظف من بعض المراجعات أرقام هواتفين مصرحا بالغرض على كل حال ذكرت أمورا سيئة جدا في هذا الموضوع فتطلب منكم توجيها في هذا الأمر لكل من يكون بينه وبين المرأة رقاء في أي محفل من المحافل كيف هي ضوابط الحشمة والتي يجب أن يراعى من قبل الطرفين هذه نتيجة التهاون في الأداب الشرعية والأصل أن يربى كل من الرجل والمرأة على الإيمان بالله سبحانه وتعالى على مراعاة أحكام شرعه جل وعلا على الخوف من أليم عقابه سبحانه حين مقارفة المعصية وأن يربى كل واحد من الجنسين أيضا على النظر في عواقب الأمور فإن المرأة قد تدعوه شهوة ويتبع هواه دون أن يتفكر فيما ينتج عن ذلك والوقوع في فاحشة الزنا مؤذن بالوقوع في سخط الله سبحانه وتعالى يكفي أن الزنا قتل معنوي للنفس ذكره المؤلاء سبحانه وتعالى بين قتلين ويكفي أن الذي يزني والعياذ بالله يكون قد خلع ربقة الإيمان من عنقه كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزان حين يزني وهو مؤمن بل إنه لعظم جرم الزنا وصفه الله تعالى بأنه فاحشة حينما قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ويكفي أيضا أن الله سبحانه وتعالى رتب على ارتكاب فاحشة الزنا عقوبة حدية حينما قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين كل هذا لأجل بيان ضرر الزنا وعاقبته السيئة وهو يؤدي إلى انعدام الأمن في المجتمع لأن الذي يزني مرة والعياذ بالله يموت قلبه ويكون عبدا لهواه فهو يجري لاهثا وراء هذه الشهوة يريد أن يحصلها بكل طريق فربما اعتدى على امرأة عفيفة تسير في الطريق وربما لم يكتفي بالنساء حتى يهجم على الأطفال وهذا الذي يحدث في بلاد الكفر والعياذ بالله فإن نظرياتهم المزعومة التي وضع فرويد لم تردعهم عن الاستمرار في هذا الأمر بل إن سعار الشهوات قد ازداد هم يزعمون بأن في التقاء الرجل بالمرأة وفي تطلعها تطلعه إليها وفي تبادلهم الحديث كسرا للحواجز النفسية وتهذيبا للغريزة الجنسية والواقع أنها تزيد هذه الغريزة هاجانا وتوصل الإنسان إلى الشدود والعياذ بالله حتى لا يكتفي الرجل بالمرأة فيقوم بممارسة الرذيلة مع رجل مثله وحتى لا تكتفي المرأة بالرجل فتمارس الرذيلة مع امرأة مثلها ونتيجة لهذا كما قلت تنعدم الأخلاق من النفوس ينعدم الحياة وتزال العفة وهذا الذي يرضى أن يرتكب الفاحشة في امرأة وقد تكون مسلمة إذن لماذا لا يرضى الفاحشة في أهله ولماذا لا يتسامح في ذلك مع زوجته حين تقابل الرجال الأجانب وتكلمهم دون حياء فيجب كما قلت التربية على الإيمان وعلى حسن الخلق ويجب الالتزام بالأداب الشرعية حينما تكون هناك ملاقاة لمصلحة بين رجل ومرأة كل واحد منهما أجنبي من الآخر يجب أن يكون ذلك في إطار الحشمة بحيث لا يزيد عن قدر الحاجة فنحن لا نمنع أن يكلم الرجل مرأة أجنبية أو تكلمه لحاجة أو أن يقضى بينهما مصالح فشرع لا يمنعهما من التبايع ولا يمنع المرأة مثلا من إدلاء الشهادة أمام القاضي ولا يمنع المرأة من السؤال والتعلم ولا يمنع المرأة من العمل ونحو ذلك ولكن يجب أن يكون ذلك وفق ضوابط المولى سبحانه وتعالى يحذر من أدنى شيء يؤدي إلى تهييج الشهوة وإيقاع الفتنة فالله سبحانه وتعالى يقول وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ فمجرد ضرب المرأة برجلها على الأرض لرفع صوت الحل فيها أو لألجي جذب انتباه الرجل هو ممنوع وكذا أيضا نبرة صوتها فإن الله تعالى يقول فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٍ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا لم يمنعها عن القول مطلقا وإنما نهاها عن الخضوع في القول ونهاها أيضا عن الزينة بحيث لا تخرجوا من بيتها متزينة لتفتن عباد الله كما ذكرت ينطبق عليها الآية الكريمة إن فتنت أحدا من عباد الله لهم عذاب الجهنم ولهم عذاب الحريق تخرجوا من بيتها متزينة متبرجة بأنها حين تلتقي بزوجها لا تفعل شيئا من ذلك فما نية هذه المرأة ألا ترى أنها تدعو غيرها لكي يعتدي عليها فعندما تقع في المحذور تلوم الآخرين مع أنها تسببت في ذلك هذا بالطبع ليس مبررا للاعتداء عليها ولكن هذه الطبيعة البشرية فيجب على هذه المرأة أن تصون نفسها والحجاب الشرعي هو الذي يحفظ لهذه المكانة ولذلك يقول المولى سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما